أهلا وسهلا بكم في برنامج الخياطة السريعة من تقديم أحلام الخاص والحصري بالموسوع المتنوع في عنا هذا الفستان بدنا نركب له هلأ لكمان أسهل طريقة لعمل الكيم طبعا لأنه للأطفال أما للكبار في إلى غير إياسات نبقى منعلمكم عليها بالشرح الجاي أول شي في عنا هاي لقماشة طبعا بدنا نحطها طائن لأنه بدنا نعمل كمتين نطوية تقريبا بدها عشرة سانتي على طائن أكتر شوي أقلي شوي مع بي هلا تقريبا هاي عشرة هلا لحنا الفكرة من الكم إنه الشي ناقص هون بدنا نكمله هون شو بدنا نعمل وهمشي وقتنا نقصي الكمة من فوق تكون جاية بشكل مدوح شو هناخد القياس تمام تبع هاي منحطها هون بهذا الشكل أزا بتحبوا ترسموها بقلام أو صابونة هلا بدنا نقصه بس أنا لأنه هلا بدي زمع من هون أعملها مثل كشكشة هلا بيبقى علينا من هون من هون من فوق لازم تكون شوي جاية بشكل مدوح نحاول ندوحها نتحق ومنعملها من هون قرط صغير هذا مش عن علام النص طبعه بهذا الشكل هلأ بدنا ننبتها هلأ بدنا ننبت الكمة هدا الوش بدنا نبلش من القفة بدنا ننبتها من تحاد تانية كثير رفيعة من عملها ننبتها على نفس البعد كلها من الأول للآخير ها صغير رفيع نقطع الخكر بدنا نحط اليه دانطيل ناعم إذا بتحبوا ما بتحبوا نبتها النبتها بس حلو اواعي الاطفال يكون عليها ضانطين ناعي منقص لزيادة نقلبها على الافا في عنا هذا مطيت الزيم بدنا نشده للاخير وننبته على القماشي مشان نتزيم هو المطيت شوي بيعزب على المكان احيانا بنبدأ من الاول على مقدار اصبع هلأ خلصنا كمان بنقطع الخيط طبعا هدول الخيطان اللي هون كلهم بنقطعهم بالمقص بالاخي نقيم المطيطة لزيادة منقصها هلأ مننبتها وبعد ما ننبتها بدنا نحبكها بتعلق معاش يصير عنده متاني هلأ تقريبا الكمة اغدت الشكل تبعه بدنا نعمل له هلأ هون خط زم هلأ من هون ننزمها شوي وبعدين منرقبها على الفستان طبعا وقد ننزم القماش بنرخي القطاب كلها طبع المكانة وقت ما ننبت من الكمة كمان من هون بده تكون على شكل ندور طبعا ازا فيشي كالهون بنقصن شوي نحنا وقتنا ننزم ندرزها على القفا ومنزمها من على الويش بهذا الشكل طبعا منزمها وبده يكون ازا كله تقريبا متساوي يعني ما قلنا نزمها كتير وهون ما في منمشيون شوي هلأ بدنا نحطها هون هلأ هون الكمة على القفا والفستان كمان ديكون على القفا هادا القرط يلي عملنا منشكله على راسي الكتف من فوق الدبوس وهون عنا النص الخيطة هاي نحطها هون على النص تمام عشان يطلع كله اتبعض متساوية يعني ما يطلع شي في يقماش اكتر من شي طبعا الكمة ما بتندرز معنا دغري بدنا نشكلها بدبابيس وهلأ بعد ما شكلناها على الدعير كلها بدنا ننبتها يلي ما بيقدر ينبت بيقدر يعمل لها يسرجها بابرة وخيط اول بدنا ننبتها اول وبعدين بدنا نعمل لها حبكة طبعا وقت نوصل لقدام الدبوس بدنا نقيمها مش عمان نكسر القبرة تبع المكان وكمان هون على طول التنبيت بيكون بشكل دائري واتنوصل لهون على خط الزم يلي زمينا عليه منحاول كمان انو الدرزة تجي فوقه انشان ما نضطر بعدين نفتوه هلأ تعريبا نخلصنا بدنا نحبكة وبعدين نحبكة نحبكة سنطر بعدين نفتوه نحبكة نقيمة نحبكة نحبكة نحبك المنزل ونعمل الكمة الثانية بنفسها الطريقة. طبعا كل شي فيه خيطان من قيمة. اذا بتحبوا كمان فيكن تحطوا من هذا هون. بهذا الشكل. تدرزوا. درزة عادية يعني ما فيه اشي بهذا الشكل. اذا بتحبوا. اتمنى ان يعجبكم هذا الشرح. اشتركوا بقناتي على اليوتيوب. لايك للفيديو. انتظروا المزيد من الشروحات. الى اللقاء.